يتواصل قسم التطوير والتنمية المستدامة في العتبة العباسية المقدسة ببرنامج التمكين الإداري الذي ينظمه لرؤساء الأقسام ومديري الشركات ومنهم بدرجتهم في العتبة المقدسة وها هو اليوم يصل إلى ختام دورة التخطيط التي استمرت مدة سبعة أيام هذا اليوم هو اليوم الأخير من دورة التخطيط من برنامج التمكين الإداري المستهدف به هو سادر رؤساء الأقسام ومنهم بصفتهم في العتبة العباسية المقدسة جاء هذا اليوم بعد تقريباً ستة أيام من التدريب يعني اليوم هو اليوم السابع للتدريب حول هذا الموضوع المهم هو موضوع التخطيط اللي احنا تناولنا بكل أنواع التخطيط منها التخطيط الستراتيجي وهو اللي كان أهم المحور الأساس في هذه الدورة وكذلك التخطيط الأداء وأيضاً التخطيط التشغيلي استأنفنا مرحلة الثالثة من التمكين الإداري سادر رؤساء الأقسام بخصوص تطوير العمل الإداري التابع للعتبة العباسية المقدسة وضع خطة مستقبلية لعموال الأقسام كل قسم حسب اختصاصها حقيقةً هاي الدورة يعني استفادنا منها شيء الكثير اللي يعني استطاعت أن نتحلم وأنه نتحرك بالأيام المقبلة إن شاء الله أنه نعمل بطريقة علمية وليس فنية يعني الخبرة لا تكفي وحدها وإنما القضية العلمية والتسلسل في أي قضية علمية التسلسل بها هو يكون الأساس النجاح دورة تضمنت محاضرات في بيان أنواع التخطيط الذي يمكن المتدرب من إعداد خطط وفق الأصول العلمية والتعريف بمفهوم التخطيط والتعرف على خطوات مراحله بما يسهم في تعزيز كفاءة أقسامهم وفق معايير الجودة ترجمة نانسي قنقر